أحمد خلينا بقى نعرف الناس عليك أكتر يعني أنت دراستك إيه وتخصصك إيه لو أنت بتشتغل وإيه اللي خليك تفكر أن أنت تكون صنع محتوى أوكي أنا دراستي أكاونتنج يعني متخصص في الفاينانس ويعني شغلي كله في الفاينانس فأنا الطبيعي بشتغل من 9 إلى 6 أو 9 إلى 5 وبعد كده ببتدي بقى أشتغل في موضوع الفيديوز ده والموضوع بدأ إزاي يعني الموضوع كان بالنسبة لي أنا طول عمري بحب التصوير جدا بس عمري ما كنت أخذت الخطوة أن أنا أبتدي فأبتديت أجيب كاميرا وتعلمت التصوير كله وعلمت النفس يعني من أونلاين يعني الفكرة جات لك كده وليدة اللحظة وإنت قررت تنفذ هي كانت عندي بس ما خدش الستيب الأولانية فيها فأبتديت أتعلم التصوير وبعد كده قلت طيما جرب الفيديوز ليت موضوع بقى زي الإدمان عجبني جدا لأنا عايزة خلاص الشغل عشان أرجع عمل فيديو طب ليه مفكرتش تعمل نصائح اقتصادية في المجال بتاعك بما أنك أنا قريدي يعني أنا القناة بتاعتي هي عبارة عن إيه بتدي معلومات عامة في مجالات معينة بطريقة سهلة وبسيطة يعني هي تشد المشاهد وفي نفس وقت تسليه ويستفيد حاجة من الفيديو في مجالات معينة ممكن بتكلم ساعات على أبراج بتكلم بس الحاجات الخاصة بالشخصية مش حاجة تانية وبتكلم مثلا على رياضة إزاي الروتين بتاع يومك يبقى مفيد بالنسبالك يعني أنت تتكلم في مجالات كتيرة جدا مش مجال واحد خليني يقولك أن كلمة صانع محتوى دي كلمة جديدة يعني مش كلمة بقالها سنين دي كلمة لسه مصطلح جديدة علينا فإيه اللي يخلي أي شخص يقرر أنه هو يبقى صانع محتوى خليني يقولك أن فيه ناس ده بنسبالها شغلها مش بس هوبي أو هواية أو كلام ده كله لا ده بيبقى شغله مصدر دخله كمان فإيه اللي يخلي بني آدم قاعد بيتفرج علينا دلوقتي وعنده فكرة وحاسس أنه هو مغوب في حاجة إيه اللي يخليه يقدر يكون صانع محتوى اللي يقدر يخليه أنه هو أول حاجة لازم يبحب بالموضوع جدا لسبب أن الموضوع يعني بياخد وقته مجهود كبير جدا لأن في الوقت الواحد بيبتدي بيبقى واما انشو فلازم يتعلم الإضاءة لازم يتعلم التصوير بيعمل كل حاجة لوحده والإيكريبنس طبعا سعره بيبقى غالي فلازم يبتدي بالمتاح اللي عنده ولازم يعمل حسابه أنه هو هتاخد وقت وهياخد انتقادات رهيبة يعني الناس معا في شغلة التارية علي كلهم هيبتدوا يعني لازم يتعود أنت تعرضت لانتقادات أول ما عملت فيديوز جدا جدا يعني عايز أقولك كنت بروح الشغل مكسوفة بص في فوش الناس أصلا عشان أنا كان حاجة بالنسبة لي جديدة مثلا فإن أنا أظهر وأكسبوز ميسيل لا قولي أول فيديو عملته يا ستارية يا دي أحب أعرف أول موضوع فيديو بنقطع في الكلام الألوان كنتش على تعليمة الكولور جريدينج ما عرفش ألوين الفيديو كان طالع يعني راهبت الكاميرا مثلا لا خالص يعني حاجة الوحيدة اللي خلتني أحب الموضوع جدا إن أنا أحابي بعض وأكلم قدام الكاميرا يعني ده الفان بارت بنسبة لي أنا أقعد وأكلم يعني يعني دي سو متش فان بنسبة لي طب إيالفيديو اللي انت عملته وزمالك التاريق عليه عليك في الشغل وإيالفيديو اللي انت عملته يعتبر بداية الانطلاق والتقلق بقى والناس بقت تديرك التاريق والله اللي عملته التاريق عليه زي ما بقولك كان فيديو بتاع رياضة رياضة وكده أب الزبط أه بعد كده الفيديو اللي هو حاسته يعني كان يعني وين فيرل كده وابتدى يجين فالوورز وكده أول ما ابتديت أتكلم على الأبراج الخاصة بصفاته الشخصية ولكن بطريقة مختلفة إزاي إيه الزاوية اللي انت مسكتها يعني مثلا بقول صفات البرج بطريقة مختلفة وبخلي المشاهد هو الفكرة في الفيديو إيه يعني من وجهة نظري أول عشر ثواني دول بيحددوا الشخص سيقعد على الفيديو ولا لا ولا هيسوايب لأن الناس خلقها دايق دلوقتي ما عندهمش وقت يقعد يقعد يقرب على الفيديو تب بقولك إيه